مرحبا بكم عزيزتي أعزائي المشاهدين في الحلقة الماضية طرحنا سؤال مهم عن معنى الدين الإسلامي وقلنا إن معناه الحكم الصحيح الكامل اعتمادا على أصل اللغة ورأينا أن الخليفة معاوية لا يمكن أن تكون له عقيدة محمدية كما هو شائع في مراجعنا الإسلامية خليفة يصلي بالجلجة وكنيسة قبر مريم العدراء ويحمل صليبا في عملته ونقشه الذي يعود لسنة 164 ميلادية أو 43 للحكم العربي كما رأينا في الحلقة الماضية فكيف يمكن فهم هذه المعضلة؟ فكما قلت فالدين الإسلامي ليس معناه العقيدة المحمدية وتصديق رسالة التي أتى بها محمد نبي العرب وإنما معناها الحكم العربي الصحيح الكامل المؤيد من الله لجعل العرب يهزمون البيزنطيين أقوى أمبراطورية في العالم آنادك وهذا الحكم الإسلامي يدخل تحت رأيته كل الملل والنحل شريطة أن تخضع لقوانينه وجوهر هذا الحكم الإسلامي يتلخص في الإيمان بالله والعمل الصالح كما ورد في سورة البقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الآية 62 وكذلك في سورة المائدة الآية 69 إذن كل العقائد مقبولة كالذين آمنوا بنبوة محمد والذين هادوا أي اليهود والنصارى على رأسهم المسيحيين والصابئين أي أتباع يحنى المعمداني أو ما يسمى خطأا بيحيى بن زكريا فكما تعلم عزيزتي المشاهدة عزيزي المشاهد فالحروف العربية القديمة لم تكن منقطة وبالتالي فكلمة يحنى أصبحت بجهاد الفقهاء يحيى كما يظهر على الشاشة هي في الأصل يحنى كل هؤلاء الذين ذكرناهم يؤمنون بالله واليوم الآخر فيبقى فقط العمل الصالح والكامل الذي يعبر عنه بالإسلام إذن بحسب هذا المعنى يمكن القبول بإبراهيم أبو الأنبياء أنه مسلم وموسى مسلم وداود مسلم وعيسى مسلم ومحمد كذلك مسلم سؤال آخر يتبادر للدهن هو هل عندنا آتار تظهر أن أصحابها مسلمين وعقدتهم يهودية الجواب نعم هناك عملة يظهر عليها الشمعدان اليهودي بخمس شمعات وفي الجهة الثانية عبارة محمد رسول الله هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن العرض لدخول الإسلام هو عرض سياسي وليس أعقائدي فالدخول تحت الحكم العربي الإسلامي للحماية والاستقرار مقابل دفع مبلغ بسيط لتزكية نصرة هذا الحكم ويقدر بـ 2.5% من المجموعة الأرباح والانضمام لصفوف الجنود وقت الحرب عند الاستطاع وهكذا أصبح المنخرطين تحت راية الإسلام بعد هزيمة البيزنطيين من كل البقاع المجاورة بكترة وهذا ما تدل عليه صورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا هناك من يعترض ويقول هذه الصورة تتحدث عن فتح مكة ولا دخل لها بالبيزنطيين أولا عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة هذا ما وصلنا من أخبار وروايات جاءت بعد الحدث بقرن ونصف على الأقل كما ذكرنا في العديد من الحلقات ثانيا النص القرآني يتحدث عن الناس بالتعميم وليس أهل قريش بالتخصيص لو وافقنا جدلا على أن المراد أهل قريش فقبيلة قريش ليس لها وزنا في العالم ولا حتى بين القبائل العربية حتى تجعل الناس يدخلون أفواجا تحت راية الإسلام لكن يصبح الأمر مقبولا عند انهزام أقوى إمبراطورية في العالم أمام العرب والدخول تحت الحكم الإسلامي أفواجا يوضح أن هذا الدخول سياسي وليس عقائدي لأن معظم الناس لا تعرف شيئا عن القرآن ورسالة محمد بعث فكيف تدخل في عقيدته عن جهل وتترك عقيدة الآباء والأجداد يمكن الاعتراض كذلك على أن النبي مات سنة 32 قبل الانتصار على البيزنطيين مرة أخرى هذه الأخبار جاءت بعد قرن ونصف من الحادث فهناك مخطوطة باللغة اليونانية تسمى دكترينا جاكوبي أي تعليم يعقوب المحمد كتبت في سنة 1934 ويعقوب هذا تاجر يهودي من فلسطين في تلك السنة كان في رحلة إلى قرطاجة حيث داهمته حملة تنصير اليهود بعد قرار تنصير الذي فرضه الامبراطور البيزنطي هرقل على اليهود الأمبراطورية وفي خضم هذه الأحداث يصل قريب له من فلسطين يدعى جوستوس يحمل أخبار بعض ما يجري هناك في فلسطين يقول قتل السرسين أحد ضباط الحرس الامبراطوري ربما معناها ولي البيزنطي على تلك المنطقة وابتهج اليهود لمقتله وقولهم إن النبي قد ظهر وإنه أتى مع السرسين بمعنى العرب وهو يبشر بمجيء المسيح فنلاحظ من خلال النص أن اليهود ابتهجوا لانتصار العرب على الحمية العسكرية البيزنطية وظهور النبي مع السرسين بمعنى أنه إلى سنة 634 ميلادية لا زال محمد حيا يرزق فهذه الشهادة تقول عنه نبي مزيف جاء بالسيف والأنبياء لا تأتي بالسيف هناك شهادة أخرى وهذه المرة من المؤرخ الأرميني وباللغة الأرمينية واسمه سيبيوس يقول إن رجلاً ظهر بين العرب يدعى محمد عادى الاعتبار إلى صلة النسب التي تربطهم بالإسماعينيين يعني بإيحاء من اليهود وقرر دفع بني قومه إلى استعادة الأرض الموعودة في فلسطين ونجح في ذلك بعدما انتصر على البيزنطيين في معركة بين قوسين تابوك وزحف نحو مدينة إلياء وكان الفتح العظيم وسمي أي محمد بالفاروق معناه المخلص شعبه خاصة أن اليهود كانوا في محنة التنصير التي فرضها الإمبراطور هرقل سنة 930 ميلادية فتحرروا من هذه المحنة من محنة وكانوا شركاء للعرب في هذا الانتصار غير المتوقع بالبتة فنكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة